عام مضى على قتل الشابة الإيرانية مهسى أميني على أيدي الشرطة في بلادها تلك الشرارة التي أشعلت الشارع الإيرانية بالتظاهرات لشهور ليس للمطالبة بمحاسبة القتلة فحسب وإنما بإسقاط نظام خامني في طهران شرائح عديدة من المجتمع الإيراني انضمت إلى التظاهرات العفوية التي وجهتها الأجهزة الأمنية بالقمع واستخدام القوة المفرطة والمميتة وهو ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المحتجين بنيران الشرطة واعتقل الآلاف منهم بحسب تقارير حقوقية إيرانية ودولية ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقد أعلنت السلطة القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام بعداد كبيرة من المدانين بقضايا متصلة بالاحتجاجات التي أعقبت قتلى ماساميني تلك الاحتجاجات التي وصفت بأنها الأكبر منذ سنة تسع وسبعين وتسعمائة وألف والتي مثلت لحظة مفصلية في تاريخ النظام الإيراني ومع أن صوت الاحتجاجات في إيران قد خفت بعد شهور منها تحت وقع الضربات الأمنية العنيفة من قوات النظام إلا أن محللين يرون أن ثمت تغيرات عميقة خلفتها تلك التظاهرات في المجتمع الإيراني إذ كسر إلى حد كبير جدار الخوف الذي بناه النظام في وجه معارضيه في غضون أكثر من أربعة عقود من الزمن فتحولت الاحتجاجات الشعبية من المنادات بمطالب اقتصادية تتعلق بزيادة الأسعار أو ارتفاع معدلات البطالة في البلاد إلى المطالبة بإسقاط النظام السياسي وإحراق صور خامنئي في الشوارع كل ذلك من شأنه أن يراكم مشاعر الغضب المجتمعي بحسب قول المحللين وأن يمهد ربما لجولات أخرى من الاحتجاجات ضد نظام طهران لتسهم تدريجيا في إضعافه وتهيئة الأجواء السياسية لحدوث التغيير الكبير الذي يحلم به كثير من الإيرانيين ترجمة نانسي قنقر